اشتركوا في القناة طيب عايزة افكركم احنا شرحنا ايه اول حلقة شرحنا اول حلقة عقد البيع شرحنا تاني حلقة عقد الايجار وهنكمله نهاردة ان شاء الله وهنشرح عقد التأمين ليه لان احنا اتفقنا ان المادة بتاعتنا بتتكلم عن 3 عقود وقلنا لا غنى عنهم في التعاملات اليومية او في المعاملات بيننا وبين الناس عموما يوميا زي عقود الايجار مفيش حد فينا ما بيقجرش او ما بيستأجرش بيت مفيش حد فينا مش بيبيع او بيشتري سواء بيت او ارض او عمارة او بيئة عربية ايا كان اللي احنا بنبيع او بنشتري يبقى احنا ما بنستغناش عن عقد البيع ما بنستغناش عن عقد الايجار وما بنستغناش عن عقد التأمين اللي هنعرفه النهاردة باذن الله مع بعض تعالوا مع بعض قبل ما نبتدي في عقد الايجار او نكمل الجزء اللي باقي في عقد الايجار مع بعض هنعمل مراجع على عقد الايجار طبعا وان حلقتنا النهاردة او اللي احنا هنشرحه النهاردة مع بعض ان شاء الله هنشرح التزامات المستأجر وبعد كده هنشرح مع بعض إن شاء الله عقد التأمين تعالوا قبل ما نكمل التزامات المستأجر أفكركم كده مع بعض بسرعة بإذن الله بعقد الإيجار بحيث إن إحنا نبقى عاملين حلقة وصل بين الدرس اللي إحنا خدناه أو بمعنى صح عشان لما نكمله يبقى فيه حلقة وصل بين الدرس اللي إحنا خدناه وبين بقيت الدرس تعالوا نعمل مع بعض مراجعة سين وجيم على عقد الإيجار السؤال الأولاني بيقول لي عرف عقد الإيجار هقول له هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاء أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجري معلوم اللي هو قلنا أنا عندي قطعة أرض أنا عندي بيت أنا عندي مطعم أنا عندي مقهى أيا كان اللي عندي الحاجة دي أنا عايز أقجرها هي بتاعتي هو بس أنا عايز أقجرها طب هل أنا بأقجرها بديها له على طول ولا بأقجرها له مدة معينة لا أنا بأقجرها مدة معينة يوم ساعة شهر سنة أيا كان المدة اللي أنا عايز أقجرها له بأجرها له مقابل إيه؟ هل بيديني مقابل ولا من غير مقابل؟ لا طبعا لازم يبقى فيه مقابل يبقى أنا هستغنى عن الشيء ده مدة معينة في مقابل إن أنا هيدخل لي أصاده إيه؟ الأجرة هي علاقة بين طرفين وهنشوف دلوقتي سؤال بيقول لي من هم الطرفين يبقى واحد اسمه مؤجر واحد اسمه مستأجر المؤجر بيطلع الشيء ده من زميته الفترة معينة إلى واحد اسمه مستأجر مقابل إيه؟ الأجرة طيب طرفين عقد الإيجار زي ما لسه قيلين المؤجر وهو ده اللي بيبقى عنده الشيء اللي عايز يأجره والمستأجر اللي هو بيأجر الشيء ده من مين؟ من المؤجر السؤال اللي بعده بيقول لي نقط ركن جوهري في عقد الإيجار أهم حاجة في عقد الإيجار عندي إيه؟ هي الأجرة يبقى الإجابة هقوله إيه؟ الأجرة طب إيه هي بقى خصائص عقد الإيجار؟ هقوله أول حاجة في خصائص عقد الإيجار عقد الإيجار عقد رضائي يعني لازم يكون بريده الطرفين عقد الإيجار من العقود المسمى وعقد الإيجار من العقود اللي بتكون ملزمة طبعاً لإيه للطرفين اللي هو المؤجر والمستاجر أربعة بيقولي عقد الإيجار من العقود الزمنية أو عقود المدة اللي هو يعني إحنا بنحدد المدة ما لازم نكون في عاد الإيجار محددين المدة بالضبط اللي إحنا إيه هنأجر الشئدة فيها عقد الإيجار من العقود المعاوضة يعني إيه معاوضة زي ما لسه قايلين في التعريف إن أنا بأجر الشئدة وباخد عليه مقابل اللي هو المعاوضة اللي هو إيه المعودة؟ اللي هو الإيجار عقد الإيجار يعتبر من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف قلنا يعني إيه؟ فرقنا في أعمال الإدارة اللي هي أعمال الإدارة والتصرف فرقنا بينها بالعقد البيع أعمال التصرف يعني أنا بتصرف في الشيء أنا بطلعه من زمتي إلى زمة آسر مثلا بقوله أنا بعتلك البدة أنا بعتلك العربية يبقى أنا طلعتها من زمتي وتصرفت فيها نهائيا ولا المدة معينة؟ لا أنا تصرفت فيها نهائيا إنما أعمال الإدارة أعمال الإدارة معناها إن أنا بطلع الشيء ده من زميتي الفترة معينة مقابل أجرة بخدها من المستأجر يبقى المدة دي بناء عليها باسمه إيه؟ من عقود الإدارة مش من عقود التصرف أنا مش بتصرف في الشيء نهائي لا أنا بخرجه من زميتي الفترة معينة اللي هي فترة الإيجار بعد كده بيرجع لي تاني بمجرد إيه؟ ما بينتهي عقد الإيجار طيب جوهر عقد الإيجار هو إيه؟ التراضي أهم حاجة في عقد الإيجار إن لازم يكون فيه تراضي بين إيه؟ بين الطرفين نقط هي عقد يلتزم بمكتضاء المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك يعني ما يستهلكش أو مش هيبوز أو ما يهلكش يستعملوا إيه؟ بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يردوا بعد الاستعمال اللي هي العارية زي مثلا ببعير حد أو بجل حد مثلا كتاب هقوله مثلا خد الكتاب ده هتستعيلوا مثلا مني لمدة أسبوع إقراره رجعه لي تاني يبقى أنا بجهوله لمدة معينة والشيء ده غير قابل للاستهلاك بدون إيه؟ بدون مقابل أو بدون إيه عوض ما بقولوش أنا أخذ منك مقابل طيب تعتبر العارية بقى من عقود إيه؟ طالما أنا بقولك من غير مقابل يبقى على طول تفهم إنه من عقود إيه؟ من عقود التبرع لأنها من عقود إيه لملهاش إيه مقابل ما هي شروط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن؟ هقوله واحد أن يكون هناك مكان أو جزء من مكان هقوله اتنين أن يقع هذا المكان في عواصم المحافظات أو المدن تلاتة أن يكون هناك عقد إيجار صحيح وإيه؟ وحقيقي السؤال اللي بعده بيقولي طبر معقود الإيجار نقط ويجب إثبات تاريخها بمأمورية نقط الكائن بدائرتها إيه؟ العين المؤجرة يبقى طبر معقود الإيجار كتابة لازم يكون العقد مكتوب ويجب إثبات تاريخها بإيه؟ بمأمورية طبعا اللي هي الشهر العقاري اللي بيكون كائن بدائرتها العين المؤجرة سواء الأرض سواء البيت أو المطعم المقهى أيا كان لازم أسجله في إيه؟ في الشهر العقاري يحظر على المؤجر إبرام أكتر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يكون العقد اللاحق للعقد الأول باطلاً يبقى مش من حق أنه يعمل أكتر من عقد الوحدة أو للمبنى الواحد لا يجوز أن يتقاضى المؤجر من المستأجر مقدم إيجار يتجاوز أجركام شهرين لا هقوله يتجاوز أجركام سنتين يبقى لا يجوز أنه يتقاضى اللي هو المؤجر ما يتقاضاش من المستأجر مقدم إيجار يتجاوز أجركام سنتين السؤال اللي بعده يجوز للمؤجر سواء كان مالك أو مستأجر أنه هو يقتضي أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير عقد الإيجار هقوله إيه؟ هقوله الإجابة غلط لا يجوز يبقى ما ينفعش أنه هو المؤجر إيه؟ سواء كان مالك أو مستأجر يتقاضى إيه؟ أي مقابل أو أتعاب وضع القانون حدا أقصى للتأمين وهو ألا يزيد على ما يعادل أجرة قد إيه؟ هقوله أجرة شهرين كسر امتداد الإيجار على الورثة حتى الدرجة الكام حتى الدرجة الثانية ما هو الشرط الواجب توفره لكي يستفاد الورثة حتى الدرجة الثانية من امتداد الإيجار لهم؟ إيه هو الشرط دي لازم يكون موجود؟ هقوله أنه هم يستمروا في استعمال العين في مزاولة ذات النشاط الذي كانوا يزاوله المستأجر الأصلي يبقى عندي المستأجر الأصلي قبل ما يتوفى كان مثلا مأجر القوضة دي مثلا عملها مشغل كان مأجر القوضة دي عملها مثلا ورشة لدبغ الجلود كان عملها مثلا مطعم عملها مقهى أيا كان ما ينفعش أن الورثة بقى بتوعه اللي هم لحد الدرجة الثانية لما يجوا ياخدوا الورشة دي أو المكان دا ما ينفعش يغيروا النشاط يعملوا مثلا مكتب محامية مكتب محاسبة هقولهم في الحالة دي إيه؟ هينتهي عقد الإيجار ليه؟ لأنه انتوا غيرتوا النشاط اللي كان مين؟ اللي كان بيزاوله المستأجر الأصلي اللي هو توفى يبقى احنا كورثة مش من حقنا ان احنا نغير إيه في النشاط طيب لا يمتد عقد الإيجار لأكثر من مرتين بعد وفاة المستأجر الأصلي هقوله الإجابة صح؟ طيب إيه هي بقى أسباب إنهاء عقد إيجار الأماكن الهدم الكلي أو الجزئي للمنشأة اللي هو الشيء اللي أنا أقرته الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لو تم إخلاء البيت مثلا تم إخلاء المقهى إخلاء المطعم ليه؟ عشان فيه ترميم أو فيه سيانة اتنين إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة ما سدتش الأجرة بتاعته أو ما بيدينيش الأجرة من حق إن أنا أقوله إيه؟ إن أنا عايز أخلي المكان أو أقوله بنهي عقد الإيجار تلاتة إذا تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا أنا المستأجر سبت المكان أو أجرته من الباطن أو استغنت عنه خالص من غير ما يكون فيه إذن كتابي صاريح من مي من المالك اللي هو المؤجر اللي أجر ليه؟ المكان أربعة إذا ثبت بحكم قضائي نهائي إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضرة لسلامة المبنى طبعا أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداء من حق ساعتها أن أنا كمؤجر أنهي عقد الإيجار خمسة انتهاء إيجار المستأجرين غير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم يعني أنا جايلي عرب جايلي أجانب أين كانوا هم جنسيته مش مصري جي أجر من الشقة مثلا لمدة شهرين بمجرد ما يخلص الشهرين يبقى إيه لي يحصل؟ بينتهى عقد الإيجار ستة إقامة المستأجر مبنى مملوكا له ويتكون من أكثر من ثلاثة وحدات في تاريخ إيه لاحق للاستئجار سبعة حالة رغبة المالك في هدم المكان المؤجر لغير السكنة بقصد إعادة بناءه وزيادة مسطحاته وعدد إيه وحداته السؤال اللي بعده بيقول يخضع إيجار الأماكن المفروشة للإمتداد القانوني لعقد الإيجار هقول له لا لا يخضع بل إن العقد بيلقضي بانتهاء إيه مدته الأماكن المفروشة مجرد ما بينتهي مدتها بينتهي إيه عقد الإيجار ما بتمتدش لمين للورصة؟ أو لإيه؟ أو للأبناء طيب لقيام عقد الإيجار يلزم توافر ثلاثة أركان إيه هي؟ هقول له أول حاجة الرضا ده أهم حاجة اللازم يكون في رضا المحل السبب طيب إذا تخلف بقى ركن من أركان عقد الإيجار لين عقد العقد ويكون باطلاً بطلاناً نسبياً هقول له الإجابة غلط إذا تخلف ركن من أركان عقد الإيجار ما بينعقدش العقد ويكون باطلاً مطلقاً مش نسبياً طيب المحل بقى في عقد الإيجار من ناحية التزامات المستأجر بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في الأجرة دي أهم التزام من التزامات المستأجر اللي هو يسدد إيه؟ الأجرة بتاعة المكان اللي هو أجره طيب إيه هي بقى الشروط؟ ما هي الشروط الشيء المؤجر؟ لازم يكون إيه؟ أول حاجة وجود الشيء المؤجر أو إمكانية وجوده مستقبلاً يعني شيء موجود دلوقتي أو فيه إمكانين يتواجد في المستقبل اتنين تعيين الشيء المؤجر أو قابليته للتعيين يعني يتم تعيينه تلاتة أن يكون الشيء المؤجر مما يجوز التعامل فيه وبالتالي هنقول إيه؟ إن لا يجوز التعامل فيه في الأموال العامة لأنها ملكة الدولة يبقى لازم يكون الشيء المؤجر إيه؟ بيجوز التعامل فيه أربعة عدم قابلية الشيء المؤجر للاستهلاك ليه؟ لأن المستأجر يلتزم برده زي ما هو أنا خدت الشقة لازم أسلمها للمؤجر بمجرد ما ينتهي عقد الإيجار زي ما هي يبقى لأن المستأجر بيلتزم برده بعينه إلى المؤجر إمتى في نهاية مدة إيه؟ الإيجار طب إيه هي بقى أنواع الشيء المؤجر؟ هقوله الإجابة الأشياء المادية، الحقوق العينية والشخصية، الأشياء المعنوية عقد الإيجار عقد نقط يعطى للمستأجر منفعة العين المؤجرة لمدة معينة طالما المدة معينة يبقى هو عقد إيه؟ مؤقت لأن إحنا قيلين هو مش عقد مستمر لا يجوز أن يعقد الإيجار لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع إحنا لسه قيلين في التعريف إيه؟ إن إيه؟ ينفع يبقى لا يجوز؟ هقوله لا يجوز ممكن أعمل عقد الإيجار لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع سنة زي ما أنا عايزة أحدد إيه في عقد الإيجار السؤال اللي بعدين بيقولي لا يجوز أن يكون عقد الإيجار مؤبد؟ هقوله طبعا صحيح نقلين العقد الإيجار بيكون ايه عقد مؤقت لمدة معينة بما تفسر لا يجوز ان يكون عقد الإيجار مؤبد ليه بقى هقوله حرصا من المشرع على عدم الفصل بين المنفعة والملكية هو بياخد من الشئ ده بينتفع بيه المدة معينة مش بيتملكه بصفة مستمرة او لمدة طويلة جدا يبا هو بينتفع بيه المدة معينة مقابل إيجار انما مش بيتملكه بصفة ايه مستمرة نقط هي المقابل الذي يلتزم المستأجر بتقديمه إلى المؤجر هي طبعا الأجرة هي المقابل اللي بيلتزم مين المستأجر انه هو لازم يقدمه المين المؤجر وقلنا دي من اهم التزاماته تعتبر نقط عنصر اساسي لا ينعقد الإيجار بدونه طبعا الأجرة ما ينفعش ينعقد الإيجار بدونها لان احنا كده مش نبقى منتكلم في عقد إيجار طب الاتفاق بقى على الأجرة ممكن يكون ايه او ايه ممكن يكون صريح وممكن يكون ضمني يجوز ان تكون الأجرة نقودا او تكون اي شيء اخر هقوله طبعا ايه صح اذا لم يتفق المتعقدان على مقدار الأجرة او على كيفية تقديرها واجب اعتبارها أجرة ايه المثل يبقى من اعتبارها أجرة ايه المثل دا لو احنا ما اتفقناش على ايه على مقدار الأجرة طب لو تعذر بقى إثبات مقدار الأجرة برضو هنعتبارها ايه أجرة المثل ما هي التزامات المؤجر في عقد الإيجار أول حاجة الالتزام بالتسليم للعين المؤجرة بيلتزم ان هو يسلمني لعين المؤجرة طبعا اللي انا أجرتها منه اتنين هقوله بيلتزم بصيانة العين المؤجرة لو حصل فيها اي شيء بيلتزم بالصيانة تلاتة بيضمن لي عدم تعرض الغير سواء هو او غيره بيضمن لي ان ما فيش حد يتعرض لي في ايه في الشيء اللي انا أجرته يجي يقول لي دا بتاعي او انا معايا عقد إيجار لي اربعة الالتزام بضمان العيوب الخفية اي عيب خفي موجود في العقار او في المصنع في المتجر اي شيء انا أجرته لازم يضمن لي ما يكونش فيه اي عيب خفي واي يأثر على ايه على منفعت بايه بهذا الشيء طب التسليم يكون ايه اذا كان متأخرا او كان جزئيا او لم تسلم ملحقات العين المؤجرة هيبقى طبعا تسليم ايه معيب طيب التسليم برضو بيكون ايه اذا لم تسلم العين المؤجرة في حالة تصلح معها لان تفي لي ما اعدت له من منفعة انا انا مثلا اقررت قوضة انا هعملها مثلا مشغل طب لو انا لقيت القوضة دي ما تصلحش ان انا عاملها مشغل او ورشة خياطة يبقى هنا التسليم بيعتبر ايه معيب لان انت مسلمتينيش الشيء في الغرض اللي احنا محددينه في ايه في عقد الايجار طيب على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالسيانة على الحالة التي سلمت على بيها طبعا لازم ايه لازم المؤجر يضمن لي او يتعهد لي بانه هو ايه بيصوني الشيء اللي انا استلمته منه او اللي انا اقررته منه بيصونه بحيث انه هو ايه بلازم يدهوني على الحالة اللي ايه اللي سلمت عليها يبقى لازم المؤجر بيلتزم بسيانة الايه الشيء اللي انا اقررته للمؤجر هو اللي ايه اللي بيتعهد بيه بالعين المؤجرة مجر هو الترميمات ايه دون ايه هو الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية طب الترميمات ايه بقى هي اللي بتكون لازمة لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هي الترميمات الضرورية الترميمات ايه هي الترميمات اللي بتكون بسيطة وبيقتضي استعمال العين المؤجرة استعمالا مألوفا وهذه الترميمات اللي بيتحملها مين المستأجر هي الترميمات التأجرية يعني اللي بيحصل في البيت او اللي بيحصل في المقهى بيحصل في المطعم او اي شيء نتيجة استخدامي انا كمستأجر يبقى أنا اللي بتحملها كإيه؟ كإسمها ترميمات تأجيرية ما هو جزاء خلال المؤجر بالالتزام بصيانة العين المؤجرة؟ واحد التنفيذ العيني اتنين الفسخ تلاتة التعويض أربعة حق المستأجر في حبس إيه؟ الأجرم طب إذا لم يكن بقى المؤجر بالترميم جزا للمستأجر أنه هو يطلب إيه؟ نقط العقد بعد إعذار المؤجر بضرورة إجراء الترميمات يعني أنا بقولك الأول اعمل الترميمات دي طب إنت ما عملتهاش يبقى إذا المؤجر ما عملهاش من حق المستأجر أنه هو يعمل إيه؟ يعمل فسخ العقد من حقه يطلب فسخ إيه؟ العقد يحق للمستأجر حبس إيه في حالة إخلال المؤجر بتنفيذ التزامه التزاماته بالصيانة بإجراء الترميمات الضرورية حبس إيه؟ الأجرم أحبس الأجرم لحد ما تعمل لي إيه؟ لحد ما تنفذ الصيانة المطلوبة منك وتعمل لي الترميمات إيه؟ ما هي شروط قيام حق المؤجر في القيام بالترميمات الضرورية لسيانة العين المؤجرة؟ واحد إن تكون الترميمات دي ضرورية عشان يتم حفظ العين المؤجرة اتنين أن تكون الترميمات مستعجلة أي لا تحتمل التأخير وإلا التأخير هيترتب عليه إيه؟ تعرض العين المؤجرة للهلاك أو التلف تلاتة الالتزام بضمان عدم التعرض لمين؟ للمستأجر طب قد يكون بقى التعرض ده الصدر من المؤجر نقط وقد يكون تعرض إيه؟ نقط ممكن يكون تعرض مادي وممكن يكون تعرض قانوني إيه هي شروط لعيب اللي بيضمنه المؤجر للمستأجر؟ أول حاجة يجب أن يكون لعيب مؤثراً اتنين أن يكون لعيب خافياً تلاتة أن يكون لعيب غير معلوم لإيه؟ للمستأجر كده إحنا عملنا مراجع على درس عقد الإيجار من أول ما بدأنا لحد التزامات مين؟ المستأجر اللي هي الدرس الثالث اللي إحنا نبتجي فيه مع بعض النهاردة يبقى إحنا نهاردة إن شاء الله هنتكلم على إيه؟ على التزامات المستأجر عشان كده إحنا عملنا مراجع على الدرس نبقى افتقرنا مع بعض إيه؟ درس عقد الإيجار تعالوا بقى نشوف التزامات المستأجر اللي هي إيه؟ الالتزام بدفع الأجرة الالتزام باستعمال العين فيما أعدت له الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة والالتزام المستأجر بعدم إجراء تغييرات مادية في العين المؤجرة والالتزام برد العين المؤجرة للمؤجر طيب أول حاجة بقى هنتكلم عليها الالتزام بدفع الأجرة ما يلزم المستأجر بدفعه؟ هو المستأجر ملزم بدفعه؟ المستأجر ملزم بدفعه؟ الأجرة كاملة عن مدة العقد بصرف النظر سواء بقى أنا انتفعت بالعين دي أو ما انتفعتش بيها طالما إنها سلمت ليا قانونا وبيلتزم هنا المستأجر بالوفاء بالملحقات الأجرة زي أجرة الجراش يبقى أنا أجرت شقة أنا ما قعدتش فيها روحت قعدت مثلا في بيتي الأصلي مثلا في بيتي بتاع الملك سافرت أجرت مثلا مشغل أجرت قوضة اللي هعملها مثلا مشغل أو مثلا مطبعة هعملها أيا كان الوسيلة أو أيا كان الشغل اللي أنا هعملها في بس أنا ما اشتغلتهاش أنا عملتها مكتب محامي وما اشتغلتوش أو معنى صح ما اشتغلتش فيها الغرض اللي أنا ايه أجرته عليه يبقى في الحالة دي ايه بادفعش أجرة لا بدفع أجرة لإن أنا هنا أجرتها بغض النظر بقى أنها استعملتها أو ما استعملتهاش أنا ملزمة أن أنا أدفع الأجرة طالما أنا أجرتها وكان في رضا وكان في قبول وبناء عليه تم عمل عقد الإيجار طيب تعالوا بقى نشوف معاد الوفاء بالأجرة يجب على المستأجر ودي أهم حاجة قلناها أن المستأجر ملزم بدفع الأجرة أن يكون بوفاء الأجرة في المواعيد اللي بيكون متفق عليها بين مين؟ بين الطرفين المؤجر والمستأجر إذا لم يكن هناك اتفاق يبقى وجب الوفاء في المواعيد اللي بيعينها عرف الجهة يبقى العرف هنا هو اللي بيحدد المواعيد إذا ما كانش فيه اتفاق بين الطرفين طب لو كان فيه اتفاقي بلازم يتم الوفاء بالأجرة فين؟ في المعادل اللي هما متفقين عليه طب ما كان بقى الوفاء بالأجرة يكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف بيقول غير كده يبقى المكان هو موطن المستأجر إلا إذا ما كان هما متفقين على حاجة غير كده أو العرف بيقول غير كده يبقى بيتم تنفيذ الاتفاق أو العرف طب هيتم بقى الوفاء بالأجرة إزاي؟ يتم الوفاء بالأجرة تبقى للقواعد العامة في الوفاء الأجرة بتتمثل في إيه؟ مبلغ من النقود يبقى يتم الوفاء بيها إزاي عن طريق دفع إيه؟ مبلغ النقود اللي هو إيه؟ الأجرة طب إثبات بقى الوفاء بالأجرة الوفاء بكست من الأجرة يعتبر قارينة على الوفاء بالأقصات السابقة على هذا القست مثلا أنا بدفع القست إيه؟ كل شهر جيت مثلا شهر 7 شهر يوليو دفعت الأجرة خلاص؟ هل ينفع بعد كده بقى أن المؤجر يقولي ده أنت ما دفعتيش مثلا شهر 3 و 4 و 5؟ هقوله لأ لأ لإن طالما دفعت شهر 7 يبقى فيه قارينة على أن أنا إيه؟ بدفع لك الشهور السابقة يبقى ما ينفعش لما دفع لك شهر تيجي تقولي ده أنت ما دفعتش قبل كده لأ إن أنا دفعت لك دلوقتي قارينة أو دليل على إن أنا دفعت لك إمتى قبل كده؟ طيب هنشوف بعد كده بقى تقادم دين الأجرة بيتقادم دين الأجرة إمتى؟ بخمس سنوات طب بتبدأ من إمتى الخمس سنوات؟ من تاريخ استحقاق الأجرة اللي هو من تاريخ اللي المفروض أدفع فيه الأجرة طب المدة بقى اللي بتاعة الإيجار دي بتبدأ إمتى؟ اللي هي مدة تقادم بالنسبة لكل قسط على حدة كل قسط الوحدة اللي هو كل أجرة الوحدة من تاريخ إيه؟ استحقاقها أنا متفقى ما عندنا أنا هدفع الأجرة أول الشهر يبقى بتبدأ مدة تقادم هنا إمتى؟ لكل قسط إمتى على حدة من تاريخ استحقاقها اللي هو أول كل شهر اللي إحنا متفقين عليه طب التعويض بقى اللي بيستحقه المؤجر يتقدم بمدي كام خمسة عشر سنة طيب تعالوا بعد كده بقى نشوف جزاء الإخلال بالالتزام بدفع الأجرة ايه الجزاء بتاعها؟ للمؤجر ان هو يرفع دعوة في المحكمة يطالب فيها بالحصول على ايه؟ على حكم بالأجرة اللي بيكون مستحقة طب هياخدها من مين؟ من المستأجر يبقى لو المستأجر ما دفعش الأجرة من حق المؤجر يرفع ضده دعوة فين؟ في المحكمة عشان يطالبه بدفع الايه؟ الأجرة مستحقة عليه وله ان هو يطلب فسخ العقد نهائيا وبيترتب عليه ان المستأجر طبعا لازم ايه؟ يخلي العين المؤجرة المؤجرة اللي هو يخرج منها لان احنا ايه؟ خلاص فسخنا عقد ايه؟ الإيجار طب ده ما نطبقى الوفاء بالأجرة اول حاجة امتياز المؤجر حق الامتياز بيعطي للمؤجر أولوية في ان هو يستوفي دين الأجرة يعني انا اولى او انا الاول اولا اللي هي الحق اولا ان انا استوفي ايه؟ دينة الأجرة وملحقتها من ثمن المنقولات المادية القابلة للحجز عليها يعني مثلا لقى ايه؟ لقى في الشقة في تلاجة في مثلا نجف في سجاد في مثلا غسالة في حاجات يقدر يتحجز عليها وتتبع في المزاد العلني يبقى مين اول واحد للأولوية ان هو ياخد حقه منها الأجرة بتاعته هو المؤجر يبقى هو اللي ليه الحق او ليه الأولوية ان هو ياخد ايه؟ الأجرة بتاعته عشان كده اسمه ليه حق ايه؟ امتياز طيب به بقى الزام المستأجر بوضع منقولات في قلعين ضمانا للوفاء بالأجرة هنا القانون بيقولك كمستأجر اللي انت بتأجر الشيء ده لازم تحط فيه منقولات او لازم تحط فيه حاجات عشان تضمن الوفاء بالأجرة عشان ايه؟ عشان نقدر نحقق النقطة الاولى اللي احنا قلناها عشان لما انت ما تنفس ايه الدفيز بتاعك او انت لما تنفس الالتزام بتاعك اللي هو دفع الأجرة يقدر المؤجر يعمل ايه؟ يقدر يحجز على الاشياء المنقولة اللي انت حطتها في العين المؤجرة دي ويقدر يرفع قضية ويحصل ايه ساعتها؟ ويحصل بيع مزادة علني ويبقى ليه الأولوية ان هو ياخد ايه؟ الأجرة بتاعته يبقى النقطة التانية دي انا بلزمه لانه يحط منقولات فيها عشان نعمل القطوة الاولى اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ ان يتم البيع ويتم الحجز عليها ويبعد كده نقدر نباعها ونجي ايه؟ نجي المؤجر الأجرة ايه؟ بتاعته طيب حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجر من حق ان هو يحبس كل المنقولات القابلة للحجز اللي بتكون موجودة فين؟ في العين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر والمؤجر الحق في ايه؟ ان هو يمانع في نقلها طيب تعالوا نشوف بقى هو احنا قلنا هنا المنقولات دي بتضمن الوفاء بايه؟ بأجرة سنتين على الاقل او مدة العقد اذا كانت اقل من سنتين لو انا مثلا مقجرها سنة مقجرها سنة وستة شهور يبقى لازم احط منقولات توفي بايه؟ بأجرة سنتين على الاقل او اقل لو كان ايه؟ مدة العقد اقل يبقى من حقك هنا كمؤجر ان ان انت تعمل ايه؟ تحبس الحاجات دي اللي موجودة فين؟ في العين المؤجرة تحبس المنقولات دي طب توقيع بقى الحجز التحفزي لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفزي على هذه المنقولات والثمرات والمحصولات اللي بتكون موجودة فين في العين المؤجرزة عمال السائلين وده ليه عشان يضمن حق الامتياز اللي بيكون بيقرروا لي القانون في أنه هو يستوفي حقه أو يستوفي الأجرى طب الحجز بقى التحفزي لا يعطي الحق في بيع الأشياء وإلا تعرض لجريمة التبديد وإنما يكون بحجزها إلى أن يستوفي الأجرى من مين؟ من المستأجر يبقى أنت كمؤجر مش من حقك أن أنت بعد ما تحجز على الحاجات دي تبعها يبقى أنها يتم اتهامك بإيه؟ بجريمة التبديد يبقى أنت بس بتحجزها لحد ما يتم بيعها مزاد علني بعد كده تستوفي حقك خلاص يبقى مش من حقك أن أنت إيه تبعها لأن أنت هنا أو تتصرف فيها لأن أنت تعتبر هنا إيه؟ عملت جريمة التبديد تاني حاجة الالتزام باستعمال العين فيما أعدت له المستأجر هنا بيلتزم باستعمال العين المؤجرة زي ما لسه قايلين زي ما هو اتفق مع المؤجر أنت كمستأجر ملتزم إيه؟ ملتزم باللي أنت اتفقت عليه عن المؤجر أنت خدت الشقة دي للسكنة يبقى ملتزم أن أنت تسكن فيها ما ينفع شقة لإيه؟ مثلا فتح قوضة فيها مشغل في الحالة دي المؤجر من الحقه يعمل إيه؟ ينهي عقد الإيجار يبقى أنت ملتزم باستعمال الأو الشقة ده أو الشقة المؤجرة أو العين المؤجرة في الشقة اللي أنتوا اتفقتوا فيه مع بعض فإذا لم يكن هناك اتفاق بقى التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له أنا واخد الشقة دي هي شقة سكنة طب أنا واخد الشقة دي شكلها إيه؟ أو اللي موجود فيها إيه؟ موجود فيها آلات بتقول مثلا إني دي إيه؟ ما تبغي الجلود يبقى استخدمها في الشقة اللي موجود إيه؟ اللي أعدت إيه له طيب جزاء بقى الإخلال بده إيه اللي يحصل؟ يجوز طلب التنفيذ العيني إذا كان التنفيذ العيني ممكن ويجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية لإكبار المستأجر على أنه هو يستعمل العين حسب الاتفاق أو حسب طبيعة العين ويجوز طلب فسخ العقد طبعا إيه؟ مع التعويض طب تالت حاجة بقى الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة من أهم التزامات برضو المستأجر أنه هو يحافظ على العين المؤجرة زي ما أنا خدت منك الشقة خدتها كويسة خدتها سليمة خدتها ما فيهاش أي كسور مثلا خدتها ما فيهاش أي حطة واقعة ما فيهاش أي حاجة أنا ملزمة أن أنا أدهلك زي إيه؟ زي ما هي يبقى بيلتزم المستأجر بأنه يحافظ على العين المؤجرة زي ما قلنا الترميمات التأجيرية مثلا بابة خلع مثلا أقرة خلعت لمضة بازت دي إيه؟ نتيجة استهلاكي أنا ما هي مش نتيجة استهلاكي المؤجر لا دي نتيجة استهلاكي أنا كمستأجر أنا اللي بستعملها يبقى دي اسمها الترميمات التأجيرية أنا اللي ملزمة أن أنا أصلحها عشان لما ينتهي عقد الإجارة يعمل إيه؟ أسلمه إيه؟ الشيء ده أو العين المؤجرة زي ما إيه؟ ما استلمتها يترتب بقى على إخلال المستأجر بإلتزامه التنفيذ العيني أو الفسخ مع إيه؟ مع التعويض إذا كان له إيه مقتدأ أو كان له إيه داعي رابع حاجة التزام المستأجر بعدم إجراء تغييرات مادية في العين المؤجرة ما ينفعش المستأجر يعمل أي تغيير في العين المؤجرة أو يحدث أي تغييرات فيها بدون إذن من مين؟ من المؤجر أنا بستأذنك لأن أنا مؤجرها منك لمدة معينة أنا وقدتهاش ملك لو قدتها ملك ممكن هد الشقة براحتي إنما أنا وقدها إيجار لمدة معينة يبقى لازم أستأذن مين؟ المؤجر إذا كان هنا هذا التغيير مش هيؤدي إلى إيه؟ إلى ضرر في إيه؟ للشيء المؤجر يبقى إذا مش هيؤدي إلى ضرر أي ضرر للمؤجر أو للعين المؤجرة يبقى في الحالة دي المؤجر هي إيه؟ هيوافق طيب الجزاء بقى على مخالفة هذا الالتزام اللي لسه قيلينه يجوز إن يتم إلزام المستأجر بإن يعيد العين المؤجرة إلى الحالة اللي كانت عليها الأول إنت عملت عمود في نص الأوضة؟ تمام؟ إنت عملت عمود أو هدت حيطة؟ يبقى في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ بلزمك كمستأجر إن أنت تعيد العين زي ما كانت ابن الحطة زي ما كانت شيري العمود اللي أنت بناته يبقى أنا بلزمك ترجع لي العين زي ما إيه؟ زي ما كانت يكون هنا من حق المؤجر طلب الفسخ أنا كمؤجر لما لقيك عملت تغييرات ممكن أطلوب الفسخ ويحق للمؤجر طلب التعويض عما أصابه إيه؟ من ضرر الخامس حاجة بقى التزام المستأجر برد العين المؤجرة وده مهم جدا لأن لازم المؤجر يرد إيه؟ المستأجر يرد إيه؟ العين المؤجرة مرة تانية لمن؟ إلى المؤجر يبقى يجب على المستأجر إن هو يرد العين المؤجرة بمجرد ما ينتهي إيه؟ عقد الإيجار بخلاص بها ما ينفعش يفضل قاعد فيها أو تفضل إيه؟ معاه ويكون رد العقار في المكان الذي يوجد فيه والمنقول في المكان اللي صل ما فيه أنا أجرت منك شيء منقول يعني شيء يمكن نقله من مكان لمكان يبقى لازم أتسلمه لي فين؟ في المكان اللي أنت سلمته لي فيه أما لو كان شيء عقار اللي هو عقار سابت زي أرض أو مثلا بيت أو مقهى مطعم أيا كان يبقى طبيعي مش هشيل وجهة أسلمه لك لا هو حاجة سابتة يبقى هي يتسلم فين؟ في المكان اللي إيه يوجد فيه الحالة بقى اللي يجب أن ترد عليها لعين المؤجرة بترد إزاي؟ على المستأجر أن يرد لعين المؤجرة بالحالة اللي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من إيه؟ من هلاك أو طلف مالوش يد فيها كمستأجر حصل مثلا زلزال حيطة مثلا وقعت أو حصل فيها شرخ جامد يبقى في الحالة دي إيه؟ هل أنا إيه كمستأجر ليه يد فيها؟ لا يبقى في الحالة دي بسلمها له بالحالة اللي أنا استلمتها عليها إلا لو كان فيها أي شيء وده أنا ماليش إيه يد فيه جزاء بقى الإخلال بالالتزام بالرد إذا عجز المستأجر عن أنه يرد الشيء أصلا لأنه هو تم هلاكه أو امتنع عن أنه يرد الشيء ده مرة تانية للمؤجر أو اتأخر في الرد يجب عليه أنه هو يدفع إيه؟ تعويض إذا امتنع بقى المستأجر عن رد لعين المؤجرة بمجرد ما ينتهي عقد الإيجار هنا بيجوز للمؤجر أنه هو يكبره على ده بدعوة من الدعويين إيه هما؟ دعوة شخصية ودعوة إيه؟ عينية طيب كده إحنا خلصنا عقد الإيجار رجعنا عقد الإيجار مع بعض الشكل أسئلة وبعد كده خدنا إيه؟ التزامات المستأجر هنتكلم دلوقتي عن آخر عقد معنا في عقد في عقود في المادة معانا اللي هي مادة مبادئ القانون المدني وهو عقد التأمين مبدئيا كده هو يعني عقد تأمين فيه مثلا مننا عنده عربية أنا عايزة مثلا أمن على عربية بتاعتي عندي شقة عايزة أمن على الشقة مثلا ضد الحريق ضد السرقة عايزة أمن على حياتي أنا شخصيا يبقى بعمل إيه؟ بعمل عقد تأمين عقد التأمين فيه طرفين مؤمن ومؤمن له مين هو المؤمن؟ المؤمن هو شركة التأمين اللي بتعمل التأمين طيب مين هو المؤمن له؟ هو الشخص اللي بيأمن على حياته بيأمن على عربيته بيأمن على مثلا الشقة بتاعته بيأمن على المصنع بتاعه وعلى الشركة أي أن كان بأمن على إيه؟ يبقى نجيل حاجة اللي أنا بأمن عليها فين عند شركة التأمين يبقى مؤمن ومؤمن إيه؟ له تعالوا بقى نشوف بالتفصيل تعريف عقد التأمين عقد التأمين عندي فيه جانبين مطرابتين فيه جانب قانوني وفيه جانب فني تعالوا الأول نشوف التعريف القانوني للتأمين إيه هو؟ التأمين عقد يلتزم بمقتضاء المؤمن بمقتضاء أن يؤدي إلى المؤمن له أو للمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه أنا بأمن مثلا على حياتي لصالح أولادي أنا بأمن على حياتي لصالح والدتي يبقى ده اسمه إيه؟ المستفيد مبلغ من المال أو إراد إرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحدثة أو تحقق الخطر اللي أنا إيه؟ اللي أنا بأمن عليه اللي هو بيكون إيه؟ مبين في العقد أو مكتوب في العقد ده نظير إيه بقى؟ أني أنا كمؤمن له بدفع قسط إيه؟ بدفع قسط دوري أو قسط بيدفعه إذا حسب ما بتفق مع الشركة التأمين اللي هي المؤمن أو أي ضفعة مالية أخرى بيؤديها المؤمن له المين إلى المؤمن طب قد يحصل بقى شخص آخر على مبلغ التأمين زي ما لسأيله زي إن أنا بشترط دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه المين؟ للزوجة أو للأولاد هنا بيسمى الشخص ده اللي هو الزوجة أو الأولاد بإيه؟ المستفيد يبقى قلنا فيه طرفين مؤمن مؤمن له المؤمن هو شركة التأمين المؤمن له اللي هو إيه؟ اللي هو بيدفع الأقصاد شهريا لشركة التأمين اللي هي المؤمن عشان لما يحصل الخطر أو الضرر اللي هو كذبه في عقد التأمين لو أنا توفيت بقول لهم إيه؟ ادفعوا الأقصاد ده أنا كنت بدفعها دي أو التعويض ده أو المبلغ المالي ده المين؟ للزوجة أو للأولاد اللي هم اسمهم إيه بقى؟ المستفيد يبقى كده العقده قلنا بيتكون من كام من طرفين مؤمن ومؤمن له ممكن يبقى فيه مستفيد لو أنا بأمن لصالح إيه؟ طرف تاني كالتأمين على الحياة زي ما لسأيلة لصالح الزوجة أو الأولاد هنا أنا مش بحصل كمؤمن له على إيه؟ اللي بدفع الأقصاد على المبلغ لإن أنا بكون خلاص توفيت أو أنا خلاص مط يبقى مين اللي بيحصل عليه؟ الزوجة أو إيه؟ أو الأولاد هنا أيضا المؤمن اللي هو الملتزم بدفع مبلغ التأمين اللي هو شركة التأمين وهنا ممكن يكون شركة التأمين أو هيئة تأمين بيسمى إيه؟ المؤمن ويلتزم بدفع مبلغ التأمين إلى مين؟ إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر اللي هو أمن أمنه طب تعالوا بقى نشوف التعريف الفني للتأمين هو عملية بيحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير اللي هو قلنا عليه المستفيد من طرف آخر وهو المؤمن بمقتضا يؤدي هذا الأخير أداء معين عند تحقق خطر معين وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقصة بينهم وفقا لقوانين الإحصاء طب يمتاز بقى التعريف ده بإيه؟ هقوله أول حاجة من امتيازات التعريف أنه بيطبق على نوعي التأمين التأمين من الأضرار اللي هو زي التأمين على الأشياء اللي قلنا عليه بأمن على العربية بأمن على الشقة بأمن على الشركة بتاعتي مثلا بأمن على المصنع وزي التأمين على الأشخاص اللي هو التأمين على إيه؟ على الحياة طب أبرز بقى أبرز جانب جنبا إلى جنب العناصر القانونية والفنية يبقى التعريف ده بين لي أو أظهر لي جنبا إلى جنب العناصر القانونية مع العناصر الفنية طب إيه هي العناصر القانونية للتأمين؟ أطراف العقد والخطر المؤمن منه والقست اللي هو اللي بيدفع والمبلغ اللي بيتم دفعه اللي هو بيدفعه مين؟ المؤمن عند تحقيق إيه؟ الخطر طب إيه هي العناصر الفنية بقى للتأمين؟ هي تجميع تجمع المخاطر المتحدة في النوع والطبيعة وإجراء المقصة بينهما وفقاً لقوانين إيه؟ الإحصان تالت حاجة أنه أظهر التأمين في حقيقته الفعلية بصفة عملية لا يمكن أن يمارسها إلا إيه؟ مشروع منظم وعلى أصص قانونية وفنية معينة اللي هي زي شركات إيه؟ التأمين طيب تعالوا بقى نتكلم عن خصائص عقد التأمين كده إحنا عرفنا التعريف نشوف بقى الخصائص بتاعته هقوله وهاقوله بقى بعد الخصائص بعد كده نتكلم عن كل واحد عقد التأمين عقد رضائي عقد التأمين عقد ملزم للطرفين عقد التأمين عقد مستمر عقد التأمين عقد إزعان عقد التأمين عقد احتمالي عقد التأمين من عقود حسن النية عقد التأمين عقد معاوضة تعالوا بقى نشوف أول حاجة عقد التأمين عقد رضائي يعني إيه؟ بيقولي هنا ان المشرع اعتبر التأمين من العقود الرضائية اللي بتنعاقد بمجرد توافق ايه؟ الايجاب والقبول فيه ايجاب وفيه رضا بين الطرفين المؤمن والمؤمن له على ايه؟ على ان هما يعملوا عقد ايه؟ التأمين طب لم يشترط بقى المشرع ضروري كتابة عقد التأمين حتى ينعاقد مش شرط في الكتب وان كانت الكتابة ضرورية للإثبات ايه اللي يثبت ان انا كنت بطفع اقصات ايه اللي يثبت ان كان فيه انا ان انا عملت تأمين ان فيه عقد ايه؟ مكتوب لبقى اي حاجة عشان اثبتها لازم تكون ايه؟ مكتوبة كذلك لم يعتبر المشرع التأمين عقدا عينيا فلم يشترط ضروري تدفع القسط الاول لقيام ايه؟ الا عقد مش شرط تدفع القسط ايه؟ الاولان طب قد يكون بقى التأمين اجباريا زي ايه؟ زي التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ايه؟ السيارات طب هنا الاجبار بقى امتى؟ في الفترة السابقة على ابرام العقد ولكن هنا الرضا واحده هو اللي بيؤدي الى ايه؟ الى قيامه على الرغم من انه اجبار ولكن لازم يكون في ايه؟ في رضا عشان يتم قيام ايه؟ هذا العقد اتنين عقد التأمين عقد ملزم للجانبين يعني ايه؟ هو عقد بيلزم المؤمن له بيدفع القسط في الموعيد المحددة انا كمؤمن له اللي بأمن على حياتي بأمن على عربية بأمن على شركة على مصنعيا كان بأمن على ايه؟ انا ملزمة ان انا ادفع ايه؟ الاقصاط ما هو لو تحقق الخطر انا مثلا ما امن على عربيتي مثلا ضد الحوادث ضد الحريق حصل بالفعل نهاية حرقت حصل حدثة يبقى في الحالة دي ايه؟ هاجة قولهم شركة التأمين ادوني فلوس هيقوله طبعا انشكتش بتدفعي اقصاط يبقى لازم يكون انا اول حاجة ايه؟ ملزمة بيدفعها اقصاط طيب ويلزم المؤمن بقى بدفع ايه؟ مبلغ التأمين عنده وقوع الخطر المؤمن ايه؟ منه يبقى شركة التأمين ملزمة بدفع ايه؟ مبلغ التأمين لما يحصل الخطر وانا كمؤمن له ملزم بدفع ايه؟ القسط في المعاد ايه؟ المحدد هنا التزام المؤمن له التزام مؤكد وهو دفع اقصاط محددة القيمة على حسب ما هم حددوها مع بعض في عقد التأمين في مواعيد ايه؟ معينة بينما التزام المؤمن هنا احتمالي وغير مؤكد ليه؟ لان الخطر هنا ممكن يقع وممكن ايه؟ ما يقعش ممكن العربية يحصل لها حدثة ممكن ما تحصلش ممكن شئتي تتحرق ممكن ما تتحرقش يبقى في الحالة دي ايه؟ هنا التزام المؤمن احتمالي لان ممكن يحصل الخطر وممكن لا اما التزامي هنا كمؤمن له ايه؟ ملزم ان انا هنا مؤكد وملزم ليه؟ لان انا لازم ادفع الاقصاط ايه؟ بشكل دوري أو حسب ما احنا إيه اتفقنا عليها. طب عدم تحقق الخطر بقى ليس موجودا في جميع أنواع التأمين. خلاص يبقى عدم تحقق الخطر ليس موجود في جميع أنواع إيه التأمين. ففي التأمين بقى على الأشخاص كما في التأمين على حالة الوفاة اللي هو حالة وفاتي يكون الخطر هنا محقق الوقوع. ما هو طبيعي أنه يجي يوم وهتوفى. مش هعيش على طول. يبقى هنا تحقق الخطر إيه حاصل أو تحقق الخطر هنا فعلا هيحصل أو مؤكد. إنما ممكن مثلا أقول إيه أنا مثلا هأمن على إيه على العربية مثلا لو تحرقت أخذ مبلغ التأمين يبقى هل هنا تحقق الخطر موجود أو مؤكد لا طبعا يبقى هنا تحقق في التأمين على الأشخاص زي حالة الوفاء يكون الخطر محقق إيه الوقوع لأن الوفاء أمر حتمي وهنا يكون التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إيه التزام مؤكد طيب عقد التأمين بقى عقد مستمر التأمين هنا عقد زمني التأمين من العقود اللي بيكون الزمن عنصر أساسي فيها ليه؟ لأنه بينشأ التزامات مستمرة على عطق المؤمن والمؤمن له يبقى لو جيت قلتلك سؤال هقولك التأمين من العقود التي يكون الزمن عنصرا أساسيا فيها ليه؟ بما تفسر هتقولي لأنه ينشأ التزامات مستمرة على عطق مين؟ المؤمن والمؤمن له كل واحد فيهم عليه التزامات إيه؟ مستمرة طب النتائج بقى اللي متكون مترتبة على القول بان عقد التأمين عقده مستمر. هقوله اول حاجة ليس للفسخة اصل رجعي. بمعنى ان العقد هنا مستمر. واذا تم فسخه فان الفسخ هنا اللي ما يكونش ليه اي اصل رجعي. وذلك ليه? لان ما مضى من الزمن لا يمكن ان هو ايه? يعود مرة تانية. طب اذا توقف بقى المؤمن له عن دفع الاقصاد. فان ذلك يدفع المؤمن الى ايه? شركة التأمين ممكن تعمل ايه? تفسخ العقد طبعا لان انت توقفت عن دفع الاقصاد. وهنا لا يحق للمؤمن له ان يطالب المؤمن باسترداد الاقصاد. انت هنا كمؤمن له ما تجيش تقول لشركة التأمين الدين الاقصاد اللي انا دفعتها. لان انت هنا ايه? اللي خلفت تعليمات العقد. لان المؤمن هنا ضمن قد ضمن له تحمل عبء الخطر طوال المدة السابقة على الفسخ. لان انا في الحالة دي كمؤمن اللي هو كشركة التأمين ضمنتلك طول الفترة اللي قبل ما نفسك فيها العقد. ان لو حصل الخطر اللي انت امنت ضده او اللي انت امنت عليه. انا كنت هدفع لك ايه? الاقصاد اللي انت كنت بتدفعها. طب انت اوقفت دفع الاقصاد. في الحالة دي ايه? اقدر اقول لك انا عايز افسخ العقد. مش من حقك تقولي ان انا عايز الاقصاد اللي انا دفعتها. ليه? لان انا كنت ضمنالك طول الفترة اللي فاتت. قبل عملية الفسخ. ان انا لو حصل الخطر اللي انت كنت مؤمن عليه ان انا كنت هتفعلك ايه تمن الشيء ايه او الشيء الخسائر اللي حصلت لك طيب بالقوة بقى القاهرة التي تؤدي الى انفساخ العقد بقوة القانون هنا مش انا بقى اللي هفسخ العقد هنا في قوة قاهرة والقانون بيقول لي لازم يتم فسخ العقد امتى اذا استحال على احد طرفي العقد تنفيذ ما التزم به ايه نتيجة ايه نتيجة قوة قاهرة او نتيجة حادث هجائي هنا العقد بينتهي بقوة القانون هنا القانون هو اللي بيقول العقد بينتهي وبتسقط التزامات كل طرف من طرفي ايه العقد طيب قد يهلك بقى الشيء المؤمن عليه بحادث غير اللي تضمنتها شركة التأمين زي انا بأمن بيأمن الشخص على منزله من السرقة فالمنزل حصل له حريق انا مأمن عليه من السرقة فحصل له حريق يبقى حصل خطر غير اللي انا ايه مأمن عليه هنا بيسقط التزام المؤمن له بدفع القسط ما بتفعش الاقصاد وكذلك بيسقط التزام الشركة التأمين بايه بان هي تتحمل طبعة الخطر ليه لان هنا اللي حصل حاجة غير اللي احنا كنا متفكين عليها ايه في العقد التزامات بقى المؤمن والمؤمن له محددة بمدة زمنية اللي هي مدة العقد ليه لان عقد التأمين لسا ايلي انه هو ايه عقد زمني فاذا التزام المؤمن فان هنا التزام المؤمن بيكون لمدة معينة فهو يتحمل طبعة الخطر لمدة ايه معينة اللي هي مدة العقد وكذلك يلتزم المؤمن له بدفع ايه الاقصاد طول المدة دي اللي هي مدة عقد ايه التأمين رابع حاجة من الخصائص عندي عقد التأمين عقد اذعان ودي من اهم الحاجات اللي فيه يعني ايه عقد اذعان عقد التأمين من العقود التي يفرد فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف انا هنا كمؤمن له اللي انا عايز اقمن على حياتي عايز اقمن على شقتي عايز اقمن على المصنع اقمن على المطعم بتاعي على الشركة ايا كان انا هنا في نظر العقد انا الطرف الضعيف انا هنا اللي جاي طلبة ايه ان يتأمن علي انما مين بقى الطرف القوي هي شركة التأمين نفسها اللي هي المؤمن يبقى في الحالة دي مين اللي بيحط شروطه وبيفرضها على الطرف الثاني اللي بيحط شروطه هي شركة التأمين اللي هي المؤمن بيفرض شروطه على مين على الطرف الثاني اللي هو الطرف الضعيف اللي هو مين اللي هو المؤمن له يبقى هنا فيه طرف ضعيف وفيه طرف قوي في العقد عشان كده اسمه ايه عقد إزعال انا بحط الشروطي وبقولك شروطي اهي شوفها تنسبك يبقى توافق عليها ويبقى فيه طردي بين الطرفين في العقد يبقى انا اللي بحط الشروط كشركة تأمين وبقولك تعالى يا مؤمن له شوف الشروط دي لو تنسبك يبقى نقدر ايه بتم معاقد التأمين بيننا ايه وبين بعض المؤمن له لا يملك الا انه هو يرضى بالشروط اللي بتفرضها اللي وضعتها اللي وضعها المؤمن وبيفرضها عليه مش من حق انه هو يناقش ولا من حق انه هو يكون بتعدلها وبالتالي عقد التأمين هنا من عقود الازعان بالنسبة المين للمؤمن له اللي هو الطرف ايه الضعيف طب لكي يضمن بقى المشرع الحماية الكاملة للمؤمن لهم هنا ركز على ان النصوص التي تنظم عقد التأمين والتي توفر الحماية للمؤمن له هنا بتكون نصوص ايه امرة يعني لا يجوز الاتفاق على مخالفتها الا اذا كان الخروج عليها لمصلحة مين المؤمن او لمصلحة مين المستفيد يبا هنهم مشرع عشان يضمن الحماية الكاملة للمؤمن المؤمن لهم بيقولي ان احنا بنركز على نصوص اللي بتنظم عقد التأمين والي بيتوفر فيها الحماية للمؤمن له وجيبته اعتبر نصوص اميرة وما ينفعش يتم الاتفاق على المخالفة فيها الا اذا ايه اذا كانت المخالفة دي او خروج عليها في مصلحة للمؤمن له او لمين او الى المستفيد طب اذا تضمن بقى عقد الازعان شروط تعصفية هنا يجوز للقاضي ان هو يعدل هذه الشروط وله ايضا ان يعفي ايه الطرف الموز عن ايه منها طب على ضوء بقى مطق تضيق قواعد العدالة وكل اتفاق يقضي بعكس ذلك يعتبر ايه يعتبر اتفاق ايه باطل يبقى هنا القاضي هو اللي ايه اللي بيعدل هذه ايه الشروط طيب يفسر بقى الشك في عقود الازعان لمصلحة مين الطرف المزعن دا المزعن ايه داخل ايه دائنا دكان او ايه او مدينا طب كذلك اصدر اصدر مشرع تشريعات للرقابة على هيئات التأميم بتهدف الى ايه الى المساواة القانونية بين المؤمن وايه والمؤمن له عقد التأمين عقد احتمالي ليه لانه عقد التأمين لان كل طرف من طرفي العقد اللي هم المؤمن المؤمن له ما بيعرفش هو امتى هيحصل الضرر او امتى هيحصل الشيء اللي هيدفع مقابل ايه اللي هيدفع ليه اللي هو المؤمن هيدجي له المقابل ايه اه تعويض على القسائل اللي حصلت ليه بقى هو عقد احتمالي احنا بنقول احتمال يحصل ضرر ووقت وقت ابرام ايه العقد المقدار ما يعطى ولا مقدار ايه اللي بياخده وهل سيقع الخطر ام ان المؤمن له سيدفع الاقصاد كاملة من غير ما يحصل له اي ايه اي خطر عقد التأمين من عقود حسن النية هنا بيحكم عقد التأمين مبدأ هام وهو مبدأ حسن النية وبالتالي تنفيذ عقد التأمين بيلزم ان يتم وفقا لايه لما اجتمل عليه العقد وان يتم بطريقة التفق مع حسن النية ويظهر مبدأ حسن النية في ايه في كل مرحلة من مراحل ايه العقد وعند ابرام العقد فان المؤمن يعتمد في رضاءه على ما يقدمه المؤمن له من ايه من بيانات عن ماهية الخطر وعن الظروف المختلفة اللي بتحديه وعلى المؤمن انه هو يراعي ايه حسن النية عند ادلاو ايه ببياناته وعلى المؤمن له ان يمتنع عن كل امر يؤدي الى وقوع الكارثة فمن المخالف لحسن النية ان هو يسيب ايه ان هو يسيب الكارثة تحصل او هو يتسبب في حصول الكارثة عشان ياخد مبلغ التأمين زي ان هو يشعل الحرك في منزله بايده او يبلغ عربيته بايده او يخلي حد يسرق شقته عشان يحصل على ايه مبلغ التأمين يبقى هنا مفيش ايه حسن النية عقد التأمين عقد معاوضة وبمعناه ان كل طرف في هذا العقد بياخد مقابل للي بيعطيه شركة التأمين بتاخد اقصاد اما الطرف الثاني اللي هو المؤمن له او المستفيد بياخد مبلغ التأمين لما يحصل له ايه الخطر او ايه او الشيء وهو ايه اللي امن عليه فالمؤمن بيتحمل نتيجة الخطر بينما يتحمل المؤمن له دفع ايه الاقصاد وقد يدفع مبلغ التأمين لشخص آخر غير المؤمن له لهو قلنا اسمه المستفيد زي الزوجة والأولاد وهو الشخص الذي أبرم التأمين لصالحه طيب أطراف بقى التأمين قلنا هم مين المؤمن وبيحصل على الأقصاد في مقابل قيامه بتغطية أثار الخطر المؤمن منه يبقى ده المؤمن لو وزي شركة التأمين أما المؤمن له فبتتخذ مصلحته مظاهر متعددة يعني هنا مصلحته لها أكتر من مظهر طيب هنتكلم أول حاجة عن المؤمن لهو شركة التأمين هي شركة من شركات التأمين في القانون المصري ولا يجوز أن يقوم بعمليات التأمين التجاري إلا شركة مساهمة لها 51% يعني أكتر من نص من رأس المال الشركة دي يكون مملوك دائما للمساهمين اللي بيكونوا متمتعين بجنسية الدولة اللي هي الدولة المصرية ومرخص لهم بأنهم يقوموا بعملية التأمين منين من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين يتم تعاقد المؤمن مع المؤمن لهو إذا كان شركة تجارية عادة عن طريق ما يسمى بوكيل التأمين الذي تختلف تسميته باختلاف السلطة المعطالي طيب هنشرح مع بعض إن شاء الله المرة الجاية باستفادة وبشكل أوسع بإذن الله الطرفين بتوعاقد التأمين اللي هو المؤمن المؤمن ليه هنبتجي بيهم بإذن الله مع بعض الحلقة الجاية لما نشرح مادة مبادئ القانون المدني بتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفادتم معايا من حلقة النهاردة هستنى بإذن الله أي استفسار أو أي سؤال لكم على الفيديوهات بتاعتنا اللي بتنزل على موقع قناة مصر للتعريم الفني سواء على اليوتيوب أو على التليجرام أو على الفيسبوك على أي فيديو من الفيديوهات المواد القانونية بتمنى لكم إن شاء الله من كل قلبي النجاح والتوفيق وإلى لكم